أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على البلاد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة أشهد أن محمد رسول الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة والأمة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزير عنها إلا ذلك فصلوات الله والسلامه عليه إلى يوم الجين يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَانًا كَثِيرًا وَنِسَاءً تَقُوا اللَّهَ اللَّهِ لَا أَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُمْ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رَحِمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا يَجْلَرْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُضْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عُظِيمًا عِبَادَ اللَّهِ أيها المؤمنون أوصيكم منفسه بتقوى الله عز وجل فتقوى الله جماعه بكله فمن التقوى ربه فاز في دنياه والأخرى أسأل الله عز وجل وإياكم المتقين أيها المؤمنون عبادة الله لقد تطرقنا في المعطة المعطة قصة أصحاب الجنة وقلنا أن في دروث القرآن الكريم وفي قصص القرآن الكريم من العبر والعظات لو تأملناها وعقلناها إنها قصة تتكرر في كل مكان وزمان ومن تلك القصص التي حكاها الله لنا قصة أصحاب الجنة هذه القصة مذكورة في صورة وهي قصة الحلس على الدنيا ومنع حق الفقراء والمساكين وبيان عز وجل قال الله عز وجل بعد ذكره طغيان الوليد هذه القصة قال وَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِيدٍ هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمُ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيمٍ إِذَا تُطْلَ عَلَيْهَا أَصْرِمُنَّهَا قَالَ أَزَاطِيرُ الْأَوَّنِينَ سَنَسِمُرُ عَلَى الْخُرْطُومِ بعد ذلك ذكر الله قصة أصحاب الجنة قال إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَالَبَلَوْنَا أَصْرِمُنَّهَا مُسْبِحِينَ وَلَا يَسْتْنُونَ أَطَافَ عَلَيْهَا طَالِكُمْ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمٍ فَتَنَادُوا مُصَرِيمٍ أن يبدو على حرثك إن كنتم صارمين فَمَنْ طَلَقُوا وَأُمْ يَتَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَغَلَيْهُمْ عَلَى حَرْزٍ قَادِرٍ قال الله عزيزي إِنَّ اختَبَرْنَا أَهْلَا فَالْقَحْتَبَرْنَا أَصْحَابِ حِينَ هَلَفُوا فِينا بَيْنَهُمْ لَيَطْطَعُنَّ فِي مَارَ حَدِيقَتِهِ وَبَكِّرِنَ فِي الصَّبَعَةِ فَلَا يَدْخُلُوا مِنْهَا غَيْرُهُمْ مِنَ الْمَسَاكِينَ وَنَحْوِهِمْ وَلَمْ يَقُولُوا إِنْشَاءَ اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهَا نَعْرَقَتَهَا لَيْلًا وَهُمْ نَاهِمُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر